أعزائي المشاهدين والمشاهدات برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حقائق وزلال عبر الزمان في هذه الحلقة نتناول ما بعد يوسف ولماذا فرعون مصر بعد حقبة يوسف وقف ضد العبرانيين كيف صار الأسياد عبيدا كيف صار الأحرار أسرة كيف عملوا في الطين وهل الله وقف متفرجا أعد الرب المخلص موسى محرر العبيد انتظر معي في هذه الحلقة لنتحدث عن هذه الأمور الهمة اعزائي المشاهدين برحب بكم مرة تانية في هذه الحلقة والتي فيها نتحدث عن الحقبة التي تلت يوسف في وقت يوسف كان العبرانيين أحرار كانوا يعتبروا من ضمن السادة من ضمن من يرعاهم فرعون أو الملك شخصيا ولذلك دعية يوسف في هذا الوقت باسم الصفلات فعنيح والاسم بالهيرغليفية صفن طائف عنخ يعني قوت الأرض طا يعني الأرض قوت الأرض عنخ يعني الحياة بالترجمة الغير حرفية تبقى طعام الحياة قال البعض أنه مخلص العالم وهكذا لكن الترجمة الحرفية للكلمات الهيرغليفية تعني طعام الحياة إن كان يوسف صار لمصر طعام الحياة فلماذا تحدى فرعون أخوة يوسف من بعده العصر غير العصر انتهى زمان الهكسوس وجاء أحمص الذي حرر مصر من الحكام الرعاة حقاو خاسود يقول كده من يتون المؤرخ أن أحمص طرد الحكسوس النجسين الحكام الرعاة النجسين واعتبر أحمص أن كل من ينتمي إلى هؤلاء الرعاة من أسيا هم فلول النظام السابق ولذلك كان من أحمص ومن الأسرة الثمانتاشر من بعده كان منهم أنه يقفوا ضد هذا الشعب ولأنه الحكام المصريين الأصليين خذوا عبرة مما حدث في أنه عندما كان الرعاة يسكنون مصر وتزايدوا فأحدثوا انقلابا فأحمص وخلفاء من الأسرة الثمنتاشر تحد العبرانيين فكل ذكر يقتل وكل أنسة تترك فأصدر قرار بقتل كل الزكور حتى لا يتكرر ما حدث في أيام الرعاة السابقين الهكسوس ظل الأمر هكذا حتى جاء رجل تزوج من عمته وأنجب طفل صغير كان هذا الطفل الصغير هو محرر العبيد كان هذا الطفل الصغير هو الشخص الملائم الذي أرسله الله لكي ينقذ بني إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم تستطع الأمة أن تخفي ابنها لكن بالإيمان بيقول في رسالة العبرانيين بالإيمان أخفى أبواه وتحدى أمر الملك كان عندهم هذا الإيمان أن من أتى بهذا الطفل هو القادر على أن يحميه وهو القادر على أن يحمي هذا البيت كله صلعت الأمة حين وضعت الطفل في سبت وطلته بالحمر القار نوع من أنواع القار ووضعته في النهر النهر أخذ السبت وانطلق وإذ في البحيرة ويبنات فرعون وسيدات مصر كانوا يمارسوا بعض الطقوس الدينية في التطهير وجدوا هذا الطفل الجميل رأته ابنة فرعون نظرت إليه فدعته موسى اسم موسى هو اسم مصري لم تدعو بها به يكابد أمه لكن دعته ابنة فرعون فالاسم مصري أصلا اختلف البعض في اسم موسى البعض قال بالعبر يعني المنتشل والبعض قال مو يعني ميا وصا يعني ابن يعني ابن الماء لو بصينا في الاسم بصفة عام هنلاقيه متداول في مصر كتير هنلاقي مثلا أحموس موس يعني ابنه أح يعني إله القمر يبقى أحموس يعني ابن إله القمر تحوت موس يعني ابن الإله تحوت فالاسم المصري موسى يعني ابن موسى عشان كده فيه واحد في بلاط حتش بسوت اسمه رع موسى يعني ابن الإله رع والبعض بيربط بين الشخصية دي وبين شخصية موسى لأنه رع موسى كان حبيب حتش بسوت فموسى معناه ابن وكأن ابنة فرعون عندما رأت هذا الطفل دعته ابن أي أن من لحظة ما وقعت عيناها على هذا الطفل قررت أن تتبنى أخذته إلى القصر حياة موسى منقسم إلى ثلاث أجزاء كل جزء منها أربعين سنة الأربعين الأولى تربى في قصر فرعون والأربعين التانية هرب من وجه فرعون ملك مصر وسكن في الباذية هاربا من وجه فرعون الأربعين الأربعين الأخرى الثالثة ذهب لكي يخرج شعب إسرائيل وقضى الأربعين الأخيرة هذه الأخيرة كانت في سيناء الأربعين الأولى بدأت معاه في المية والأربعين التانية بدأت بالهروب والأربعين التالثة بدأت بالخروج وعبور البحر تربى موسى في قصر فرعون وكأن الرب يعد موسى إعداد خاص تربى بكل حكمة وأدب المصريين ولو بصنا في قصة موسى هل لقيها تتشابه مع بعض القصص القديمة أذكر قصتين بسرعة قصة سرجون ملك أكد سرجون الأول بتقول القصة أنه عندما ولدته أمه وضعته في سبت وألقت به في النهر وهو في النهر وجده رجل البستاني هذا البستاني أخذ سرجون ورباه ثم تبنته الآلهة في موسى تبنته ابنة فرعون لكن في سرجون تبنته الآلهة قصة أخرى في مصر القديمة قصة سنوحي سنوحي هاب الحه لكن لما تيجي تقلبها بالإنجليز تبقى سنوحي البعض بيقول عنها سنوحي لكن هي في العبرية في الهيروغليفي سنوحي فسنوحي كان وزير عند منمحات الأول في الأسرة الـ 12 وكان وكان مع الأمير سنوسيرت في الحرب ضد ليبيا وهم هناك وصل خبر إلى أمير الجيوش سنوسيرت وليس العرش أن أمنمحات أبيه قتل يبدو أن سنوحي له يد في هذا الأمر لأن أمنمحات كان وزير عند الملك السابق وانقلب عليه فكان القصر فيه فلول للنظام السابق أيضا فقتل أمنمحات وهو على فراشه عندما علم سنوسيرت أن أبيه قتل حرب للتو قائد الجيوش أو الوزير سنوحي حرب وسكن في فلسطين تزوج من ابنة شيخ القبيلة وصار رجل غني وزو اسم عظيم ثم طلب من الملك سنوسيرت في نهاية أيامه أن يأتي إلى أرض مصر لكي يموت هناك قصة وأيضا تتشابه هذه قصة تتشابه عندما هرب موسى لأجل قتل المصري وسنوحي اتهم في قتل أمنمحات الأول موسى هرب إلى مديان وسنوحي هرب إلى فلسطين وفي النهاية الاتنين رجعوا إلى أرض مصر بس واحد فيهم مات فيها والتاني أخذ الشعب وانطلق خارجا إلى أرض المعاد أخي ابقى معي لأننا سنتحدث عن شخصية موسى وعن إعداد الرب له وهو في البرية ابقى معي برحب بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا الجزء من هذه الحلقة رأينا في الجزء الأول الأربعين سنة الأولى قضاها موسى في قصر فرعون وتعلم هناك بكل حكمة المصريين تعلم الحكمة الأذب دراسة الفلك دراسة الهندسة كانت مصر بارعة في هذه الأمور لذلك أضيف شيء آخر أنه مصر كان عندها علم في الطب رائع جدا يعني وجد مميوات معمولة لها عمليات جراحية لقوا في بعض المعابد كلابة أسنان فمصر كان في ذلك الوقت بارعة جدا في العلوم موسى الرب أعده في قصر فرعون ليكون موسى صاحب العلم الكبير فهو يعده فكريا وثقافيا لكن هذا الإعداد لا يزال ناقص لشخص الله سيستخدمه استغل الرب إنجاز التعبير استغل موضوع قتل المصري الرب لا يوافق على القتل لكن موسى تحت مشاعر الوطنية والانتماء رأى المصري يسخر العبراني بشكل فيه قسوة فقام موسى على المصري فقتله وهو جاي يحل المشكلة بين أخوين قالوا له يعني مين لأقامك قاضي علينا أنت ناسي موضوع المصري الموضوع في دماغ موسى عرف أنه الأمر انتشر وفرعون سمع أنه هو أتى للمصري إذن موسى في الفكر المصري خاين خان فرعون مصر وجاء في صف فلول الهكسوس الجماعة العبرانية انطلق موسى هاربا وصل إلى مديان المديانيين كانوا يسكنون جنوب فلسطين على مشارف سينة أو كانوا موجودين في بعض مناطق صغيرة في سينة لكن التكتل الأكبر للمديانيين كان شرق العقبة شرق العقبة فكان أغلب المديانيين سكنين هناك موسى راح عند المديانيين وسكن هناك موسى عند يسرون تزوج ابنة هذا الرجل وعاش كراعي والرعاية علمته كيف يتأنى ويصبر ويكون حليما العلم المصري علمه كيف يكون عنيفا ويكون متسرعا في الحكم عنده جراءة في اتخاذ القرار فيها فايدة في كلمة جراءة في اتخاذ القرار لكن مهنة الرعي علمته الصبر والحلم شخصية موسى بدأت تتكامل عندما سكن في البرية في نهاية هذه الحقبة وصل موسى إلى سن التمانين وأنا أحب أزف خبر رائع لكل واحد كبر في السن تستطيع أن تخدم الرب كل أيام حياتك موسى بدأ الخدمة بعد سن التمانين خدمة الله ليست لها سنين فيش واحد بيطلع معاش من علاقة مع الله فنحن مع الرب نسير خلفه كل أيام حياتنا إلى النفس الأخير فمن يخدم المسيح يخدم حتى النهاية موسى بدأ الخدمة بعد سن التمانين بعدما أعده الرب إعداد خاص في نهاية الحقبة التانية الأربعين التانية رأى موسى المنظر العجيب وكانت دعوة الله لموسى رأى موسى العليقة وهي تشتعل عليقة تشتعل بالنيران فقال موسى أميل وأنظر هذا المنظر العجيب منظر غريب عليقة فيها نار ولكنها لا تحترق ما هذه العليقة بعض أباء الكنيسة الأول قال أن هذه العليقة ترمز العزراء التي حل فيها المسيح بلهوته ولكنها لم تحترق البعض قال أنها ترمز للمسيح حلول اللهوت في النسوت لكن لو أعملنا النظر في الرسالة للرب عايز يقولها لموسى هل لقى تفسير الأمر يمكن تفسيرين في ذهني تفسير الأول هذا المنظر عشان يلفت نظر موسى وحلول الله دائما مرتبط بالنار لأن إلهنا نار آكل ووجود النار في الشجرة اللي يسترشاد موسى أن الله موجود فذهب موسى لكي ينظر هذا المنظر العجيب لفت النظر أو لأن هناك رسالة يريد الرب أن يقولها لموسى العليقة تشتعل بالنيران العليقة لا تحترق هذه رسالة لموسى أن شعبي وهو تحت نيران الأسر والعبوذية لكن بما أن ني موجود فشعبي لن يحترق أنا موجود شعبي لا ينهزم لن ينكسر سوف أخرجه مرة أخرى موسى إني رأيت مزلة شعبي ورأيت صراخهم لم يقف الرب مكتوف الأيدي قال لموسى نزلت لكي أخلصهم استخدم الرب موسى لكي يخلص هذا الشعب كان ممكن الرب يبعد جيش من الملائكة لكن الرب يدي موسى هذه المسؤولية الله يعطي لك مسؤولية خلاص آخرين لن يرسل ملائكة لكي يخلص البشر فقد أرسل الرب بطرس لكي يتحدث بكلماته إلى البشر لم يرسل الملائكة لكنه أرسل بطرس الرب يستطيع أن يخلص بك فالرب يقول نزلت لكي أخلصهم بواسطة استخدامه لموسى إزاي يا رب ما الذي في يديك يا موسى قال له عصى قال له بهذه العصى تستطيع أن تخرج شعبي إن العصى في يد الرب أقوى من القنابل الزرية أقوى من صواريخ عابرة القرات فإن كنت ترى نفسك عصى ناشفة ربما تظن أن لا قيمة لها لكن القيمة في يد الرب عندما يمسك بك الرب يصنع بك عظائم وعجائب قال له إرمي هذه العصايا رمى العصايا صارت صعبان خاف موسى قال له لا تخاف يا موسى مد إيذك امسك بالعصى لما أمسك بها موسى أمسك بالحية فصارت رجعت عصايا كما كانت وكأن الرب يقول لموسى إن كان فرعون في نظرك صعبان لا يقاوم بالقوة التي أرسلك بها لا تخاف منه إنه كالعصى لقيم له فامسك به لإني جعلته عصى لا تستطيع أن تفعل شيء العصايا والتعبان لما رح موسى رم العصايا وصارت صعبان قدام فرعون فرعون متى يألي ضحك قالهم هذه حاجات سهلة عندنا جاب الصحراء اللي عنده رموا عصيانهم أصبحت سعابين قالوا هي دي مش غريبة يا موسى يعني عندنا عصيان كتير نحولها إلى سعابين لكن فجأة ابتلعت عصى الله جميع سعابين فرعون فعلم فرعون أن هناك قوة أقوى من قوة السحر إنها قوة الله العظيم التي لا يقف أمامها سحر شيء آخر التعبان في الفكر المصري القديم أو الحية الكبرى حتى اسمها الكبرى الملكية كان يضعها الفرعون على جبينه وكان الغطاء بتاع رأس الفرعون اسمه النمس غطاء النمس لو أنت بسيط عليه هتلاقيه شبيه انتفاخ الكبرى فرأس فرعون تشكل رأس السعبان والنمس عبارة عن الكبرى عندما تقف مستعدة وكأن الرب يقصد فرعون شخصيا وكأن الرب يقول له لا توجد قوة عندك تستطيع أن تحميك من يدي أيها الفرعون إياك أن تقف أمام شعبي هذا الشعب له يد قوية زراع ممدودة هذا الشعب لديه إله قادر على كل شيء لا تقف أمامه كل أعمال السحر وأي قوة لا تستطيع أن تقف تقف أمامه الكبرى علامة على النفوذ علامة على قوة تحمي تحمي الفرعون حتى بنلاقي كان في البيوت المصرية القديمة كانوا بيضعوا الكبرى على الأبواب أبواب البيت وكانوا بيضعوها أيضا في المقابر لحماية القسس وحماية المنازل وحماية القصر وقيل أنه كانوا بيضعوها على راية في الحرب فكانت الكبرى رمز لحماية وقوة ونفوذ مصر لذلك جاءت رسالة الله لفرعون لا تنخدع في قوتك ولا تنخدع في سحرك فبعصايا أستطيع أن أبتلع كل نفوذك بعصايا أستطيع أن أبتلعك وبالفعل فيما بعد سنرى أن هذه العصا هي التي أغرقت جيش فرعون إن الله أرسل له هذه الرسالة إياك وشعبي اطلق شعبي في البرية ليعبدني تقص قلب فرعون سنرى في الأيام القادمة والحلقات القادمة كيف يتقص قلب فرعون وكيف يعاند وما هي الضربات التي ضرب بها الرب فرعون كن معي وبشجعك أنك تتابع البرنامج لأنك هتلاقي في الضربات العشرة أمور رائعة جدا لحياتك الروحية والرب يباركك اشتركوا في القناة